بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة خمسة حبيبي أهلا بيكم النهاردة هنخلص يعني تسري الوحدة التالتة How do I look? كيف أبدو؟ ده اسم الوحدة والنهاردة هناخد lessons four and five هنتكلم عن إيه النهاردة؟ الأول اللي ديني اللايت بتاعتك ما تكسلش وهقولك هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجتين أول حاجة اليونيفورم بتاع المدرسة سكول يونيفورم بتاعك وتاني حاجة هنتكلم عن close in Mexico الملابس في المكسيك نروح للمكسيك كده ونشوفهم بيلبسوا هناك فيا يا بطال حضر ورائتك وألمك هتكتب ورائي كلمات وجمل ونقاط مهمة ومتنساش انك تكبر الصورة وتعلي الجودة ممكن تعمل تدوير لشاشة التليفون علشان تشوف كل حاجة واضحة ويلا بينا نبدأ مع بعض الدرس البسيط والسهل والمهم let's get started يلا بينا نبدأ يا أبطال يا حلوين يانت سري الوحدة الثالثة how do I look كيف أبدو lessons four and five وأول حاجة هناخدها smart هو بصوا كلمة smart لها معاني زي ذكي ذكي سمارت لما أقول سمارت فون الهاتف الذكي وبرضو أنيق حاجة كده شيك smart smart ممكن بقى تقول my school uniform is smart uniform المدرسة بتاعي أنيق حاجة كده جميلة smart 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 my school uniform is smart أنيق school uniform زي المدرسة الموحد school uniform school uniform فيه school uniform for boys الونيفورم بتاع الأولاد school uniform for girls زي المدرسة بتاع البنات school uniform زي المدرسة الموحد my school uniform is smart short sleeved أنت دلوقتي بتشبه على sleeves أو sleeve sleeve الكوم كنا خدناها في درس الجلبية طيب كلنا عارفين short يعني قصير short sleeved اللي هو نص كوم كوم قصير يعني حاجة كده نص كوم short sleeved بس short sleeved دي بطل صفة فييجي بعدها الموصوف يعني short sleeved واقول بعدها ايه ايه اللي نصكم short sleeved t-shirt t-shirt نصكم short sleeve t-shirt short sleeve t-shirt for boys t-shirt نصكم للولاد ده اليونيفورم بتاع المدرسة short sleeve نصكم checked مربعات او كروهات ده من الـ patterns ده من الانماط يولادي احنا مثلا عندنا striped المقلم spotted المنقط وكمان checked الكروهات او المربعات checked 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 مستر هو انا ينفع اقول a checked shirt a miscarohat a طيب ينفع نقول a checked skirt جيب كروهات اه كرو او كروهات او مربعات checked 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 a checked skirt جيب كروهات for girls للبنات طيب عندنا كمان كلمة feast اللي هو العيد او الوليمة feast 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 وليمة عزومة عيد feast 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 كلمة pale يعني شاحب او باهت لون كده بس مش لون قوي ومشبع لا pale 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 yellow اصفر باهت pale يعني يا مستر زي الله يتفاتح مثلا مثلا peel peel a pale yellow t-shirt t-shirt اصفر باهت شوي فاتح peel 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 زي اللون ده اللون ده peel كلمة tie رابطة عنق او كرفتة tie 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 كرفتة او رابطة عنق tie فيه ناس من اليونيفورم بتاعهم لازم يكون فيه tie تمام tie مثلا a stripe tie كرفتة مقلمة spotted tie كرفتة منقطة tie tie ميكسيكو دولة المكسيك والم كابيتل انا بتكلم في دولة اول حرفة في الدولة يا ابطال كابيتل ميكسيكو لما اقول girls in mexico البنات في المكسيك love بيحبوا to wear ان هما يلبسوا bright clothes ملابس براقة زاهية الالوان ميكسيكو ميكسيكو clothes in mexico هنتكلم عليها اصلا الملابس في المكسيك ميكسيكو المكسيك وعندنا بقى mexican يعني ميكسيكي ميكسيكي الجنسية جاي من المكسيك mexican girls بنات ميكسيكية mexican boys اي ولادي المكسيكي اللي في المكسيك اللي جنسيتهم المكسيك mexican 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 ليه علشان دي جنسية اول حرف في الجنسيات كابتال زي ما بنعمل ايجيبشن هنعمل ميكسيكي ميكسيكي القبعة الميكسيكية هناك بص السمبريرو دي هناك كده حاجة كده عاملة زي الجلبية عندنا حاجة كده ترديشنل تقليدية كله هناك بيلبسها يعني يا مستر مستر ممكن اقول على السمبريرو دي سمبريرو is a mexican a mexican hat اه وممكن تقول a traditional mexican hat قبعة ميكسيكية تقليدية a traditional hat in mexico قبعة تقليدية في المكسيك سمبريرو 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 they wear هم هناك في المكسيك وير بيلبسوا سمبريرو سمبريرو تراوزرز بانطلون هيا يا ولاد مفرد ولا جمع فكر كده البانطلون مفرد ولا جمع هو بانطلون بس جمع ليه لانه لازم جزئين مكون من جزئين رجلين علشان كده اخر رؤس واقول are my trousers are واشاور على ده واقول they are trousers ما اقولش this اقول they trousers trousers بانطلون trousers بانطلون trousers colorful بقى اللي هو ملون مشابع بالألوان زهي بالألوان مبهج colorful لو قلت colorful dresses فستين ملونة لو قلت colorful clothes ملابس ملونة مشابعة بالألوان colorful colorful شايف colorful butterfly الفراشة الملونة المبهجة المشابعة بالألوان colorful bright براق لامع وبرضو ينفع bright clothes ملابس براقة bright dresses فستين براقة زهي لامع bright 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 light ضوء لامع براق زهي bright 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 gh خلاص انساها مش هنقولها bright كلمة light لها معنيين ضوء بس ده مش ضوء اه ده فاتح light 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 red احمر فاتح light blue ازرق فاتح light color لون فاتح عكس dark طيب bright light close ملابس فتحة براقة light عكسها dark غامق dark dark red احمر غامق dark blue ازرق غامق dark color لون غامق dark معناها غامق ومظلم برضو dark dark celebration احتفال celebration 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 احتفال celebration we wear احنا بنلبس بنلبس ايه special clothes ملابس مميزة at celebrations في الاحتفالات vest السطرة vest 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 لنن يعني كتان او من الكتان لنن 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 الكتان لنن لنن الكتان لنن style اسلوب او نمط style 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 silver فضة silver 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 فضة silver 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 كلمة leaflet اللي هو النشرة او المنشور leaflet 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 skirt جيبة skirt 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 جيبة skirt pink skirt جيبة pink جيبة وردي لون socks شراب مفرد ولا جمع الطالي دلوقت الشطار بيقوله جمع علشان هي جزئين وفردتين فاقول socks لو انت قلت sock فردة واحدة فردة شراب علشان كده اقول my socks are واشاور على ده واقول these are socks 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 شراب socks في ناس في ناس تابع اليونيفورم بتاعهم بتاع المدرسة يقولك لازم لازم تلبس yellow socks شراب أصفر socks شراب mexico ما بيحبوش هي كبيرة ليه علشان تحمي to protect their faces ووجههم from the sun من الشمس قبعة كبيرة فبتحمي الراس وبتحمي الوش تاني people in mexico الناس في المكسيك مالهم wear hats بيلبسوا قبعات to protect علشان يحموا their faces ووجههم طبعا وجه face وال faces وجوه from the sun من الشمس ودي آخر سلايد يبقى دلوقتي دور على الكتاب كلنا يا أبطال نفتح كتابنا ونبص مع بعض في الدرس فتحنا الكتاب بتاعنا وهنبص كده بسرعة على الكلمات أنيق smart زي مدراسي school uniform قصير لكم كن مقصير short sleeved وقول بعدها ايه short sleeved shirt أميس نصكم مكسيكي الجنسية mexican فاتح اللون light light red أحمر فاتح على شكل مربعات أو crow checked عيد أو وليمة feast فاتح برضو أو شاحب أو باهة pale رابطة عنق أو كرافتا tie دولة المكسيك مكسيكو القبعة المكسيكية sombrero ودكن اللون يعني غامق dark بانطالون trousers ملون colorful زهي أو لامع bright الجيبة skirt احتفال celebration سترة vest كتان linen وشراب socks نمط أو أسلوب style فضة silver منشور أو نشرة إعلانية leaflet وفاتح اللون light متكررة مرتين متكررة تعالا نشوف الطلاب الجمال بس هما مش أجمل منكم أنتوا أجمل نشوف الطلاب الحلوين بيتكلموا كل واحد بيتكلم على school uniform بتاعه وإنتوا يا أبطال ممكن بردو تتكلموا على school uniform بتاعكم فنشوف student A الطالب الأول بيتكلم على uniform المدرسة عنده سواء للولاد for boys أو للبنات for girls بحبكم يا مركزين معا الولد ده قال I really like our school uniform أنا فعلا بحب باليونيفورم المدرسي بتاعنا بحبه بحيه smart أنيق everyone كل واحد wears a short sleeved white shirt everyone كل واحد ولاد وبنات بيرتدي 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 أي شطار a short sleeved نصكم إيه اللي نصكم white shirt أميس أبيض a short sleeved white shirt أميس أبيض نصكم a short sleeved white shirt أميس أبيض نصكم the girls أما البنات بقى where بيرتدوا a blue skirt جيبة زرقة اللون بيجي الأول قبل الاسم اللون صفة يا بابا والصفة بتيجي الأول أواع تقول a skirt blue علشان العربي بنقولها كده لا a blue skirt اللون الأول لأن اللون صفة girls أو the girls wear البنات بتلبس a blue skirt جيبة زرقة and the boys wear والولاد بيلبسوا blue trousers بنطلون أزرق تمام الولاد بيلبسوا بنطلون أزرق blue اللون الأول مستر هو ليه ما قالش a blue trousers زي a blue skirt في skirt في الجيبة حطينا a في البنطلون ما حطيناش a علشان البنطلون جمع و a يعني one والجمع مش واحد ما قدرش يقول a trousers a boys a يعني one اي بتتحط قبل المفرد مش الجمع طيب كمل يا ستياط انت اي وي نحن اول كلنا كلنا ولاد وبنات have two لازم يجب ان مضطرين have two يجب يجي بعدها مصدر wear فعلي بدون اضافات have to wear لازم نلبس white socks شراب ابيض ما قدرش اقول a white socks لان الشراب جمع واجيب اللون الاول white socks شراب ابيض بس هنا مش بعين ولازم نلبس كلنا ايه كمان and black leather shoes جزمة جلد سودة طبعا انا هكتبها كده black انا بحب المركزين اوي 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 خلي بالك black leather shoes اولا يا ابطال هل ينفع اقول black leather shoes لا ليه لان shoes الجزمة جمع فردتين و a ما بتتحطش قبل الجمع طيب ثانيا يا ابطال يا مركزين يا حلوين الجزمة انا وصفتها بحكتين ان هي جلد leather وان هي black سودة لما تيجي توصف بحكتين كده اللون ييجي الاول والمادة الخام بعد كده اللون اللي هو black وبعد كده اقول المادة الخام اللي مصنوعة منها بقى leather linen cotton مصنوعة من ايه وبعد كده هات بقى الاسم يشرف اللون المادة الاسم اللون المادة الاسم اللون black المادة leather المادة الخام leather الاسم اللي انا بوصفه shoes black leather shoes shoes كمل يستيود انت اي it doesn't get very cold الجو ما بيبردش قوي here هنا but when it does بس لما بتحصل بقى ويبرد we can wear ممكن نلبس i wear blue sweaters sweaters لازرق بتاعنا البلوفر لازرق تمام شكرا يا استياد اي تعال يا استياد بي كلمني عال school uniform بتاعكو فقال at school في المدرسة i wear انا بلبس a pale blue shirt اميس ازرق pale فاتح باهد لابني يعني and dark blue dark blue يا ولادي يعني ازرق غمق dark blue trousers وبنطلون ازرق غمق ما يقدرش يقول a dark blue trousers ما بتتحطش قبل الجم we have to قلنا have to يعني يجب بيجي بعدها مصدر we have to wear احنا لازم نلبس a tie كرفatta every day كل يوم لازم نلبس الكرفatta بتاعتنا it's dark blue بتكون ازرق غمق with light blue وفيها ايه ازرق فاتح stripes خطوط ازرق فاتح on it عليها اه اه انا شايف the girls in my school البنات في مدرستي also ايضا wear بيلبسوا a pale blue shirt اميص ازرق فاتح هما كمان but they don't wear trousers بس ما بيلبسوش بانطلون بانطلون للولاد بس طيب هما بيلبسوا ايه they wear a blue and white checked skirt يعني جيب كاروهات ازرق وابيض جيب كاروهات مربعات ازرق وابيض a blue and white checked skirt the girls don't have to مش مضطرين ان هما wear a tie يلبسوا الكاروهات الولاد بس هما يلبسوها البنات مش لازم تيجي بيها من غيرها مش لازم don't have to مش مضطرين still see الطالب رقم 3 our school uniform is really smart uniform المدرسة بتاعنا انيق فعلا حاجة كده chic الجملة جميلة اولاد لو انت بتتكلم عن school uniform عندك ابدأ بها ابدأ خليها كده اول جملة في البراجراف اتكلم على school uniform فقول our school uniform is really smart بعد بعد كده قالت we have to خد الجمل دي واكتبها في باراجراف برضو الصيغ دي جميلة we have to نحن يجب ان wear نرتدي a white shirt اميص ابيض with a red tie بكرافت حمرة we wear احنا بنلبس a يبقى هيجي مفرد a dark grey skirt جيبة grey يعني رصاصي dark يعني غامقة جيبة رصاصي غامق and a blue jacket و jacket ازرق هي مش لابسة دلوقتي لأن تقريبا هما في الصيف uniform ده غريب قوي ملوش علاقة الولاد بالبنات ملوش علاقة خالص الوان مختلفة تماما student d بيقول the girls and boys have different فعلا انا اول ما شفت قلت different مختلف have عندهم different uniforms زي مختلف at my school في مدرستي ده مختلف عندهم على سبيل المثال the boys wear الولاد بتلبس والله عاوز تقول where عاوز تقول have to wear يجب ان يرتدوا بيلبسوا light green shorts short اخضر فاتح and long green socks شراب اخضر طويل we نحن wear بنلبس white shorts امصان بيضة ده الولاد and we have got و عندنا a dark red sweater sweater احمر غامئ for when it gets cold لما الجو يبرد بصوم غريب قوي طيب اختي معاه في المدرسة my sister's uniform is different مختلف all uniform بتاعها مختلف واضح she wears هي بتلبس a blue skirt جيب زرق and a yellow t-shirt with t-shirt صفر وشكرا استياد انت ايه بقى ملوش صورة المهم بيقول لنا احنا هنتخيله بقى ماشي هنتخيل كده شكله بلبس وكده وهو بيقول لنا our uniform is a dark blue skirt uniform بتاعنا جيبة زرقة غمقة for the girls للبنات اكيد للبنات or dark blue shorts او شورت ازرق غامئ for the boys للولاد المهم كله ازرق غامئ a pale blue cotton shirt اميص اطن ازرق فاتح اميص اطن ازرق فاتح white socks وشراب ابيض and black shoes و جزمة سودة تخيل معايا when it's cold ولما اطبرد when it's cold we wear بنلبس dark blue vests or jacket يعني اما jacket يعني اما vest سترة ازرق غامئ i like my uniform عجبتني الجملة دي اختم بها برضو paragraph يعني ابدأ وقول our school uniform is smart or is really smart واختم بعد ما تقول ايه هو الجزمة والشراب والبنطلون والقميص والكارفاتة والجاكت وتتكلم عن كل حاجة باستخدام we wear احنا بنلبس او we have to wear احنا لازم نلبس خلصت اختم ب i like my uniform انا بحب اليونيفورم بتاعي طبعا ترتيب الصفات احنا خدنا الاسم ووصفناه باكتر من صفة فالاسم بنوصفه بايه انا قلتلك اللون وبعدين المادة اللون green وبعدين cotton او leather او linen والاسم طيب لو في عمر يتحط الاول العمر اللي هو جديد او قديم old قديم old green cotton dress طيب لو في المقاس يتحط الاول big old green cotton dress big old green cotton dress يا مستر صعبة ايه ده لأ مش صعبة ركز معايا اس ايه اسي دي سايز اللي هو المقاس خد حرف الاس a a age اللي هو العمر جديد وقديم خد الا c color اول حرف فيها c m material المادة خد حرف الام عملنا ايه s a c m ودي كلمة السر بتاعتنا رتب عليها s size a age c color m material s a c m احفظها s a c m ترتيب الصفات بيتلخص في السر بتاعنا السيم ده بيني وبينك s a c m ده انا اللي مقلفولك خلاص s a c m كلمة السر علشان ترتب الصفات s a c m افرض صفة اللون مش موجودة ماشي هتبقى s a m ال color مش موجود مفيش مشكلة افرض انا بوصف حاجة وما جبتش ال age عمرها ماشي s c m على طول وال age مش هقولها خلاص افرض مش هقول المادة ماشي هيبقى شغلي s a c baba s a c m s يعني size المقاس big ولا small a يعني age العمر old قديمة ولا new جديدة c يعني color اللون black ولا yellow ولا dark yellow m يعني material linen ولا leather ولا cotton ولا اي بالزبط هنا i wear a cotton shirt احنا جبنا صفة واحدة اللي هي الماتيريال خلاص طيب هنا جبنا الاربع صفات big old green cotton dress s size big a color green m material cotton كلمة السر s a c m تاني s a c m size age color material طيب لما اقول white cotton clothes ايه اللي جه sc color white والcotton دي material مادة s والم بس اللي جم c والم بس اللي جم she likes wearing white cotton clothes بتحب تلبس ملابس cotton بيضة طيب الجملة دي ايه اللي جه في الصفات small small ده size ما اس new ده الاج العمر leather ده الماتيريال المادة يبقى اللي ما جاتش مين c s a m والc ما جاتش s a m she bought هي اشترت a small new leather bag شنطة جلدي جديدة صغيرة اللي جبناه ال s وال a وال m size والage والماتيريال تمارين ظريفة لطيفة خافيفة على الكلام ده بيقول لي هنا صحح الغلط ده ما هو غلط طبعا يعني بص اللينن الكتان ماتيريال والبلو كالر ازاي mc بص انا قبل ما اشتغل s a c m حطاه قدامي وابدأ احل هي mc ولا cm لا cm color material معلشي هبدلكم he wore his blue لنن shirt yesterday we have a green green the color big big the size معقولة السي قبل ال s لا ال s الاول بدلهم big green شنطة she wore a cotton green لا ال color الاول green ال color الاول وبعدين المaterial green cotton بدلهم he had to wear هو لازم يلبس او كان لازم يلبس an orange old hat لا العمر ال age وبعدين color old وبعدين orange orange برتقالي that bought me بابا اشترالي white new ايه ده the new the age white the color هي c قبل ال a لا ال a قبل c بدلهم new white جلبية جلبية بيضة جديدة لو انت هتتكلم على ملابسك المفضلة في براجراف مثلا ففي عبارات كده يا سيدي اشتري مني اشتري عبارات دي مهمة استخدمها في ال براجراف my favorite clothes ملابس المفضلة are وممكن تقول مثلا are white shirts ومصان بيضة and blow trousers وبنطنان الزرق I have a انا عندي مثلا I have a shirt عندي اميص which is واللي هو واللي هو مثلا pale yellow ازرق بهد I also like انا ايضا احب مثلا my green trousers they are my favorite هما المفضلين عندي because because ايه مثلا هدون دي مفضلة عندي اكيد علشان مريحة او smart مثلا because they are comfortable ايه رأيك دون المفضلين عندي علشان comfortable مريحة او تقول لي because they are smart علشان انيقة chic مثلا my favorite clothes are t-shirts ما لعبس المفضلين ايه التشيرتات I have a new green cotton t-shirt انا عندي تشيرت اخضر جديد جديد the age عمر green the color لون cotton the material مادة acm ما جبناش الاس which is cool لاو لطيف I also like sneakers بحب السنيكر الحزاء الرياضي they are my favorite because هما مفضلين عنشان they are comfortable مريحين اهلا اهلا بالمكسيك طبعا احنا عندنا دول كتير غير المكسيك مش شرط المكسيك يعني عندنا بص في اليابان بيلبسوا ايه بص جابان بص في الهند انديا لبسوهم هو ده لبسوهم هناك في فنلاند في فنلاندا بيلبسو كده بس تعالى بقى عن المكسيك هنقرأ عن المكسيك بعنوان what is the مكسيكان هات cool ماذا تسمى القبعة المكسيكية تسمى سومبريرو close and مكسيكو الملابس في المكسيك فقرة اتنين تلاتة اربعة صغيرين وشكرا اول حاجة بيقول لي these girls البنات دي طبعا انت لو شفتم تستغرب ايه ده ده لبس بس هناك بقى اه هو ده العادي these girls البنات دي are wearing لبسين دلوقتي traditional mexican dresses فستين مكسيكية تقليدية هو ده لبسهم التقليدي look انظر they are very colorful زي مقصدش البنات اقصد الفستين are very colorful ملونة ومبهجة جدا بص الالوان مليانة الوان there are lots of colorful stripes يوجد الكثير من الخطوط الملونة on the dresses على الفستين ليه علشان girls in mexico والبنات في مكسيك wear dresses like these بيلبسوا الهدوم اللي زي دي during feasts أثناء الأعياد and celebrations والاحتفالات هي دي هدوم العيد عندهم mexican girls البنات المكسيكية love بيحبوا bright colors الالوان البراقة اللامعة even when they are not celebrating حتى لو ما بيحتفلوش هما كده طبيعتهم كده بيحبوا bright colors they wear دايما هما بيلبسوا bright colorful clothes ملابس ملونة براقة كلمني بقى على ال sombrero people in mexico الناس في المكسيك wear hats بيرتدوا قبعات to protect their faces علشان يحموا وجههم from the sun this is a sombrero هي دي sombrero is sombrero دي it's a traditional mexico hat قبعة مكسيكية تقليدية يبقى انت بتتكلم على الملابس في المكسيك الاول يتكلم على البنات انهما بيحبوا يلبسوا ملابس براقة وفاتحة وزاهية bright colorful dresses وبعد كده ادخل على السمبريرو طيب استنى لسه هنقول على السمبريرو حاجة there are يوجد lots of الكثير من different styles of sombrero انمط مختلفة من السمبريرو السمبريرو مش واحدة بس لا ده شايف في سمبريرو كده وفي سمبريرو كده styles كتيرة some have stripes في بعضهم بيكون مقالم في خطوط and some are very colorful وفي بعضهم بيكون ملون كثير الألوان some even ده حتى بعضهم have gold وسعة أو ده في ده and silver on them وف عليهم كان مجوهرات في سمبريرو عليها gold and silver يبقى ده بالنسبة الملابس في المكسيك فقرتين على هدوم البنات وفقرتين على السمبريرو تعال نجاوب على أسئلة الدرس وكالعادة عندنا سؤال استماع بيقول our school uniform is smart uniform المدرسة بتاعنا أنيق our school uniform is smart we wear a white shirt بنلبس أميس أبيض and blue trousers وبانطلون أزرق we have to wear ولازم نلبس a blue stripe tie كرفض تم الما زرق we have to wear a blue striped tie in winter في الشتاء we wear بنلبس dark blue sweaters in winter we wear dark blue sweaters in summer في الصيف we can wear بنلبس green shorts short أخضر in summer we can wear green shorts he wore هو ارتدى اقيه with stripes around his neck هو اقيه اللي مقلم وببقى حوالين الرقابة around his neck حول رأبته اكيد tie كرفض اقرابة عنق girls like wearing colorful dresses البنات بتحب ترتدي فستين ملونة during اثناء الفيست سال اعياء i like your style you look great شكلك رائع i like your smart style style انيق بتاعك the sombrero is a traditional mexican اكيد مش يدرس ولا جاكت هات قبعة السومبريرو قبعة مكسيكية تقليدية ويلا على القطعة بتقولي girls in مكسيك والبنات في المكسيك are wearing traditional mexican dresses بيلبسوا فستين مكسيكية تقليدية they are very colorful والفستين دي ملونة جدا كثيرة الالوان there are lots of colorful stripes يوجد الكثير من الخطوط الملونة on the dresses على الفستين they wear them بيلبسوهم الفستين during feasts اثناء الاعياد and celebrations والاحتفالات mexican girls البنات المكسيكية love bright colors بيحبوا الالوان البراقة people in mexico والناس في المكسيك wear hats بيلبسوا قبعات to protect تحتها خط علشان تحمي their faces from the sun وجوهم من الشمس it's cold بتسم sombrero it's a traditional mexican hat انها قبعة مكسيكية تقليدية there are you get lots of different styles انمط مختلفة of sombrero من sombrero some have got stripes في بعضهم عنده خطوط and some are very colorful وبعضهم ملون جدا some even have got gold في حتى sombrero فيها دهب and silver وفضة on them عليهم the general idea of the text الفكرة الاساسية للنص is about ايه in mexico ايه في المكسيك clothes الملابس في المكسيك the underlined word protect كلمة protect هنا هيسأل في معناها means protect يحمي معناها ايه معناها save ينقذ بحمي حاجة بأنقذها what is a sombrero ما هي sombrero it's a traditional mexican hat كلمتين ونص قبعة مكسيكية تقليدية دي هاتتشال هلا بلا تتحط هنا what are the different styles ما هي الأنماط المختلفة of sombrero يبقى من آخر القطعة there are lots of different styles of sombrero قلو بقى some have got stripes في المخط and some are very colorful وفي الملون some even have got gold and silver on them دا حتى فيه sombrero عليها دهب وفض فهي دي الأنماط اللي هتتحط هنا ونجي للترتيب are my clothes shirts cotton favorite my favorite clothes ملابسي المفضلة are بتكون ايه هي cotton shirt الأمصان القطن green she dress wears cotton a new انا فرحان بالجملة دي لأني فيها ترتيب الصفات s-a-c-m بص معايا كده she wears هي بترتدي اول حاجة size الحجم مش موجود ال-age العمر a new بعد كده c-color green بعد كده ال-m material المادة cotton a new green cotton dress فستان قطن أخضر جديد طيب wearing the Mexican beautiful dresses or girls the Mexican girls البنات في المكسيك ما لهم are wearing بيلبسوا بيلبسوا ايه beautiful dresses فستين جميلة leather he black shoes made new he made هو عمل هو عمل وبعد كده s-a-c-m ترتيب الصفات في size في حجم لا في age في عمر ايوة new ماشي في color لون ايوة black في material مادة ايوة leather وبعد كده اقولي الاسم اللي انا بوصفه shoes he made هو عمل new black leather shoes جزمة سودة جلد جديدة تصحيح الخطأ طبيعي هنبدلهم طبعا the shoemaker made صانع الأحذية عمل ما تقولش leather small قلو small leather small leather shoes جزمة جلد صغيرة i built انا اشتريت a greeny new jacket لا new green jacket الage العمر وبعدين color اللون طيب بالنسبة للبانكتوشن يا ولاد we wear jackets when it's cold احنا بنلبس جواكت لما الجوي برد ابدأ بحرف capital ال-w capital وير عادية jackets عادية وين عادية it's عادية cold عادية فلسطوب في الآخر انا ما بسألش تعال على ال-paragraph آخر حاجة النهاردة close in mexico الملابس في المكسيكو وقال لك colorful وصامبريرو يبقى احنا هننتقل لطريقة عرضة تانية علشان نشوف ال-cards بتاعت ال-paragraph تاخد screen shot متنساش حبيبي لكل جملة هتظهر لك نبص مع بعض في ال-paragraph ونركز يلا بينا close in mexico الملابس في المكسيكو طبعا تقولي مصر هو مشكل مفروض برضو يكون فيه paragraph عن our school uniform اه حبيبي ده مهم جدا ازي المدرسة الموحد بتاعنا وان شاء الله الساشن الجاي احنا هنراجع فيه على ال- فلازم نتكلم في ال-paragraph ده هنقول ال-paragraph الوحدة كلها الساشن الجاي وهيكون فيه بس دلوقتي احنا بنجاوب على ده لان ده اللي موجود عندنا في التمارين close in mexico الملابس في المكسيكو بص على اول جملة هنتكلم الاول على الملابس بتاعت البنات واكيد هنتكلم بعد كده على السومريرو mexican girls البنات في المكسيك او البنات المكسيكية like بيحبوا او love wearing ارتداء traditional dresses فستين تقليدية طيب الفستين دي يا مستر بتكون ملونة ايوة فعلا these dresses have colorful stripes these dresses هذه الفستين have بيكون فيها colorful stripes خطوط ملونة زا هي بالالوان mexican girls تاني البنات المكسيكية love بيحبوا bright colors الالوان البراق mexican girls love bright colors بيحبوا الالوان البرقة كيف هي كده بقى على ملابس البنات في المكسيك تعالا نتكلم على السومبريرو people in mexico الناس في المكسيك wear بيرتدوا hats قبعات ليه بيلبسوا قبعات to protect their faces ليحموا وجوهم from the sun من الشمس people in mexico wear hats ليه to protect their faces from the sun القبعات اسمها ايه اسمها السومبريرو this hat is cold is cold يا بطل يعني تسمى this hat is cold هذه القبعة تسمى a sombrero واخر حاجة هنقول there are lots of different styles يوجد الكثير من الأنماط المختلفة of sombrero there are يوجد بعدها جامع lots of different styles or different styles على طول أنماط مختلفة of sombrero من sombrero بكده يا بطال نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة خلصنا يانس 3 بس لسه ما راجعناش عليها هنرجع ان شاء الله الساشن الجاية وحاشني كتير جدا لغاية الساشن الجاية ان شاء الله هستناك لازم تحضر حصة المراجعة سلام يا أبطال goodbye